طيب النهاردة بعد تعادل ببيرامدز أصبح أقصى عدد من النقاط اللي ممكن يوصلها ببيرامدز في الدولة 79 نقط هؤلاء الهاتف 70 نقطة يعني لو كسب التلات مباركات اللي جاية هيبقى 79 نقطة الأهلي فاضله ست مواجهات بانك الأهلي والمقاولين واسموحة وزد وإمبي ومودرن سبورت طيب يعني إيه؟ يعني الأهلي محتاج في المواجهات دي كلها على بعضها سبع نقط سبع نقط طيب هتقولي الجدول الجدول الدوري عشان أشرح لكم الوضع يبقى عامل إزاي الوضع يبقى عامل إزاي في الصدارة وقبل ما الجدول ييجي وقبل ما الجدول ييجي هقول لكم حكاية كده اسبروا على الجدول معلش والله طب يلا هات الجدول هات الجدول قدم جاهز يلا بوس يا سيدي الأهلي 72 نقطة من 28 مباراة بيرامدز 70 نقطة من 31 مباراة بعد كده المصري في المركز الثالث مودرن سبورد في المركز الرابع الزمالك في المركز الخامس سموحة في المركز السادس زد في المركز السابع وركز على الزمالك وزد 28 نقطة زد والزمالك 29 الاثنين دول ممكن ينفسوا على المركز الثالث عادي جدا زد والزمالك سيرامية كيلو باطرة في المركز الثامن انبي في المركز التاسع الاتحاد في المركز العاشر هات اللي بقى للمنطقة بتاعة الهبوط دي عشان ايه فيها كلام يلا بينا هات اللي بعد طلع الجيش في المركز الحداشر البنك الايه في المركز الاثناشر الجونة في المركز التلاتاشر الاسماعيلي في المركز الاربعتاشر فاركو في المركز الخمستاشر وتعالى بقى ايه عند بلدية المحلة والدخلية خلاص هابط كده كده تحت بلدية المحلة والمقاولين المقاولين لو كسب المقاولين تلاتين مباراة لو كسب مباراتين هيبقى عنده يعني الفرقين عن اللفويه هيبقى عنده تلاتين نقطة ويقرب جدا من فرقه ويقرب جدا من الإسماعيلي فالمقاولين ما زال عنده فرصة بلدية المحلة محتاج يكسب المطشين اللي جايين واللفويه يغدموه ده لو ايه حصل حكاية كده او معجزة وقدر يبقى في الدوري الممتاز عبدالله محتاج مبدئين كده يكسب المباراتين اللي جايين وفرقه يخسر المباراتين اللي جايين ولإسماعيلي ما زال في الصورة يعني ما حسامش أموره بس طبعا الحكاية بتلف في الحتة دي طيب بص يا سيدي النادي الأهلي يوم الخميس اللي جاي عنده مواجهة مع البنك الأهلي البنك الأهلي بتلغبط نيش بقى ماشي مقري يا حبيبي بس انت بتلغبط ماشي البنك الأهلي يوم الخميس اللي جايش بعد البنك الأهلي عنده المقاولين يوم الحد طيب نفترض الأهلي كسب البنك الأهلي يوم الخميس وكسب المقاولين يوم الحد يوم الحد في نفس التوقيت بيرامدز هيواجه زد لو زد تعادل أو كسب بيرامدز الأهل يتوج رسميا بالدورة الممتاز يوم الحد الجايش كده كده يوم الخميس الأهلي لو كسب البنك الأهلي ما حسامش الدورش لسه كسب المقاولين يوم الحد وتعصر بيرامدز بالتعادل أو الهزيمة قدام زد يتوج أو يعلن النادي الأهلي رسميا بطلا للدورة المرى 45 في تاريخه احادي الوقت في حزبة ايه؟ امتى الأهلي هيحسم الدورة الرسمية؟ انا اجاب لك من الآخر دورة نسبة 99% خلص خلص للأهلي يتبقى كلمة رسميا رسميا دي ممكن تحصل يوم الحد اللي جايش خلون انتشوف